في رسالتي في اليوم العالم الثاني والخمسين للاتصالات الاجتماعية يرى البابا فرانسيس أنه لكي نكون مخلصين لمشروع الله ينبغي أن يتحول التواصل إلى فضاء لما هو جيد اليوم نشاهد انتشار ظاهرة الأخبار المزيفة التي تحتل حيزا كبيرا من الواضح أن جميع الصحفيين كونهم يقدمون خدمة تتطلب قدر على التأمل العميق والنقد لا يمكن أن يكتفوا بوجهة نظر سطحية أو يقبلوا بأخبار من دون التفكير بإمعان فالحقيقة دائما ما تتطلب جهدا في البحث والتحقق من مصادرها ومن المهم أن يفهم الصحفي بأن الهدف من خدمته هو تعزيز قود الحقيقة يؤكد البابا على صحافة السلام التي لا تستند إلى تقديم الأخبار مفرطة الطيبة وهذا انعكاس موضوعي حتى بالنسبة لوسائل الإعلام في الأرض المقدسة في رسالة يؤكد البابا أن ذلك لا يعني الترويج لصحافة الطيبة المفرطة أو الترويج لما هو جيد وتقديم أخبار جيدة يعني تعزيز الأمل وفي حالة الأراضي المقدسة أود أن أقول هذا مهم جدا فالأخبار السلبية بما في ذلك التلك التي تتضمن أخبارا حقيقية منتشرة بالفعل في معظم وسائل الإعلام الأخرى وهي على الأرجح الأخبار الوحيدة المستخدمة بكثرة ومن بين وسائل الاتصال الخاصة بالحراسة مجلة الأرض المقدسة والموقع الإلكتروني والمركز المسيحي للإعلام وجميعها تنقل الأخبار يوميا وتظهر للعالم جمال أرض الإنجيل الخامس نحن كصحفيين ينبغي أن نركز على القضايا والأخبار التي تخدم السلام البابا فرانسيس في رسالته للصحفيين إنما يعكس وجهة نظر عميقة جدا حول الالتزام بأهمية الخبر وأهمية الدور الملقى على عاتق الصحفيين فهذا كله نابع من إيمان قداسة البابا وقلقه العميق على ما يعانيه الإنسان من اضطهاد وتمييز في زمن يتكاثر فيه الطغاة وتتفاقم فيه ظاهرة التعصب والتمييز تأسس المركز المسيحي للإعلام بهدف نشر أخبار الإنجيل الصرة وبالرغم من حالة النزاع والخوف وانعدام الأمن هناك جمال ينبغي إظهاره وكما قال المونسينيور بير باتيستا بيتسابالا عام 2008 في العام الذي أعلن فيه عن مبادراته الشجاعة بتأسيس المركز المسيحي للإعلام نحن هنا لنروي مع الحجاج من جميع أنحاء العالم قصة مختلفة قصة جمال المزارات ونتحدث عن التحديات في العمل المسكون وحوار الأديان إنها قصة مختلفة وأحيانا تكتنفها الأحداث السلبية وبالتزامن التام على الأخبار المزيفة أو نشر كل ما هو سلبي وعنيف فقط يمكن القول إن الصحافة أداة لتحقيق السلام وعلامة رجاء أعتقد أنه من المهم لتعزيز الرجاء أن نصلط الضوء على بعض البنود الصغيرة جدا للأخبار التي قد تكون هامشية بالنسبة لوسائل الإعلام الرئيسية ولكنها يمكن أن تكون بالنسبة لنا مؤشرا لحوار ممكن وهي قد تمثل جسر النبنيه كدليل على أنه يمكن تحقيق السلام ليس من الناحية النظرية فحسب بل أيضا من خلال الأعمال الصغيرة والخيارات اليومية في الإنتاج بالنسبة لحبہ